بس أنا عايزة أقولك أنه طول عمر الأهلي بكات ويمين ويشمال قادرين على صناعة الفرق ده يعني عبدالوهاب الله يرحمه جيل بيرت ومحمد عمارة إبراهيم حسن إسلام الشاطر بركات لما كان بيلعبها أحمد فتحي كلهم كانوا عندهم القدرة على التكملة الهجومية السر أنهم بيلعبوا في النادي الأهلي طبعاً أني عندك باك بيضيف ده على مستوى الصناعة والتهديف بالشكل ده ده حاجة إضافة كبيرة جداً للفريق غير السبات في المستوى الحقيقة اللي عنده عليه معلول وليد سليمان بقى أنت ممكن تقول في شعر برحتك يعني وليد خلصت فيك كل الكلام كابتن سيد ومستر موسيماني تكلموا على وليد والدوجز كبير من حقه الحقيقة وإن كان وليد دايماً يستحق أكتر وأكتر يعني الحقيقة دايماً طبعاً كل واحد بيبقى نفسه يحفر لإسمه مكانة كبيرة جداً في التاريخ لكن وليد تحسه كمان أنه إخلاصه للأهلي يكاد يفوق إخلاصه لنفسه يعني لعيب كبير تاريخ كبير إنجازات كتير جداً ومع ذلك الحقيقة كم كبير جداً من التواضع والالتزام يستحق الحقيقة إنه يكون قدوة دي طبعاً لقطة مبارح واللقطة الثانية لو نعرف نجيبها كمان بعد الهدف الرابع بتاع وليد وموسيماني بيشاور كده على إنه الجون أكتر مراءة نزل الوقت بسيط جداً سجل نزل قبل كده وسجل ومع ذلك الحقيقة يعني قمة كبيرة جداً في التواضع عدم إطارة المشكلات رغم إنه حد تاني في مكانه بس ما أعتقدش إنه دايب يكون في الأهلي يعني ممكن يبقى ليه صوت أعلى من كده شوية كل التقدير لنجوم النادي الأهلي مبارح